انتصارا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يتعرض للعدوان والحصار حتى هذه اللحظة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن روبي مار وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكان من نتائج العملية ما يلي اصابة السفينة اصابة بالغة ما ادى الى توقفها بشكل كامل نتيجة الاضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان وفي الحديدة تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية وبعون الله تعالى من اسقاط طائرة امريكية امكيونين بصاروخ مناسب اثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني ان القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الاجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضد كافة الاهداف المعادية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني ان عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الاحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة